نحن نعيش اليوم حدثاً تاريخياً يوازي حدث المسيرة القضرة الذكرى السابعة والأربعين لهذا الحدث التاريخي واللي تزامن مع انطلاق أو بالأحرى إعطاء انطلاقة هذا الطابع الذي وأرق لهذا الحدث من قلب مدينة سمرة العاصمة العلمية لأقالي من الجنوبية وهو حدث له أبعاد وله دلالات عميقة وعميقة جداً بحيث أن الطابع هو تجسيد للمورث الثقافي الصحراوي الذي تلقصه الخيمة بكل مكوناتها والدلالات العميقة لهذا المورث اللامادي وأستاذي بالنسبة لهذا الطابع هو أولاً من الاقتراحات التي اقترحتها الجمعية الحسانية للطوابع البريدية بحيث أن الجمعية اقترحت سبعة اقتراحات على مجموعة بريد المغرب من أجل أن واحد في هذه الاقتراحات هو الذي سيكون في الطابع ومن حسن الحظ أن الطابع جاء في الاقتراح الثالث بحيث أننا اقترحنا فضاء مجال الصحراء مجال صحراوي في خيمة وجيمال وكتبان رملية إلى غير ذلك وفعلاً تجسد هذا المعطى وهذا الاقتراح على الطابع البريدي وهذا الطابع ستتبعه مجموعة من الطوابع بحيث أن التقافة الصحراوية أو المورث الثقافي الحساني بشكل خاص سيوجد طريقه على الطوابع البريدية التي يصدرها بريد المغرب كما كان أيضاً لأن هناك مجموعة من الطوابع التي توتق لهذه المورث لكن من لنعطات الانطلاق ديال هذا الطابع من مدينة الصمارة وهي عاصمة علمية والروحية لآقال من الجنوبية فأكيد على أن مجموعة بريد المغرب ستضع هذه المسألة في الحسبان وقد يتعرف مجموعة من الطوابع إن شاء الله سبيلها إلى الهوات عبر العالم والوطن العربي بشكل خاص الغالينا الجنوبية يجسد الموقوذ اللامدني والتراث والتقاليد اليوم نحن في مدينة الصمارة المدينة العتيقة المدينة العينية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر